دعا السطرة من حياتنا نزعت البركة من حياتنا عندك سؤال تاني يا محمد مصطفى البكاء في الصلاة نعم يا سيدي مصطفى محمد برضك حاضر البكاء في الصلاة البكاء بس مش بكاء الخشوع البكاء اللي هو من اي حاجة مزعلاني بتبصل الصلاة اما انت بتعيط من اي حاجة مزعلك يعني انت مستنى الصلاة عشان تعيط فيها ولا هو استشعر اسمعني بس ما فيش شيخ قال يا محمد 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 ابوش رجلك ما تتقولوش علينا الله يستركم ما فيش شيخ قال انا بسألك على ملأ الناس بالله عليكم انت على الهواء بالله عليك انت اسمعت الشيخ قال ولا اريد بست على الفيسبوك اي محمد علي صوتك علي اريد فس ايوه جدع يا محمد جدع يا حبيبي يلا اسمعني بقى اسمعني من التلفزيون يا محمد بقى اه يلا يلا مصطفى مصطفى فاصل وانا ليه سألتوك وايش عرفني ايش عرفك يا محمد ان السؤال ده الواحد البستي ده جاني الاسبوع ده ما يقرب من ستين مرة ومرضيتش يجاوب عليه بردك ليه بقى علشان ما نتقولش على حد قال احد المشايخ في احد البرامج وممكن يلزق في محمد ابو بكر ممكن يلزق في اي حد وتلاقي جريدة ما عندهاش دين واخده وكتبه وتخرب الدنيا وتقوم ويعمل ترند بالموضوع الفاشل ده ولا اساست لهم الصحة ولا حد قاله ده هو حد افتكى سوكتي فهو محمد قال لك بعد ما سمعت الشيخ قال لك لا ده انا اريد بوست على الفيسبوك طيب البكاء في الصلاة هو انا من عدتي ببكي الجواب لا انما انا لما وقفت بين يدي رحمن الرحيم واستشعرتهم انني بين يدي من يفرج القروب وانني في كرب وانني في ازمة وانني في هم بكيت لله بين يدي وتضرعت له اما في الصلاة او في الدعاء فهل هذا يبتل الصلاة القائل بذلك انسان لعقل له خالص ده انا استشعرت بلاش خشوع مليش دعب الخشوع مش اجيب لك الخشوع مش اقول لك ايه بكتك انما انت استشعرت انك بين يدي من بيده الامر من بيده تدبير شأنك انت عرفت ان كل الوسائط بتاعت الارض عجزت وان القضية في يدي قاضي السماء وانت الان بين يدي قاضي السماء انا لو واقف قدام مسؤولي علشان يتوسط لي هاعد اقول له بالله عليك يا فندم بالله عليك ما تسبني ولا تتخلى عليك بالله عليك انا ضعيف بالله عليك انا مش حملي فلان بالله عليك انا مش قدو بالله عليك انا مظلوم شوف هلح عليه ازاي فبكاؤك بين يدي الله من قال يبطل الصلاة انحاحن على الله طفل صغير بيلح على ربنا واحنا دايما بنقول خليك في طلباتك مع ربنا زي الطفل الصغير اللي يقض يعيط ويدبدب في الارض لابوه لحد ما ربنا لحد ما بو يديله الاشياء ولله المثل والاعلى فانت كذلك لح على ربنا وابكر ربنا وتزلل لربنا وما فيه شيء يبطل الصلاة من هذا القبيل ابدا يا سيد محمد